هنروح للسيدات كان فيه توقف الفترة اللي فاتت ليه دوري السيدات لعبنا الدورة المجمعة الاولى على ملعب نادي الشمس طب لعبناها ملعب نادي الشمس ليه عشان نادي الشمس تاني الدوري لجنة المسابقات بقيادة كابTIN سعيد عبد المنعم شافت ان اول وتاني الدوري لازم يتميزه فتميزه نقاط وتميزه ارض الملعب فالدورتين المجمعتين اللي بتحسن فيهم بطولة الدوري عملوا دورة على ملعب التاني ودورة على ملعب الأول اللي هو النادي الأهل فإذا المبارياتنا القادمة هتكون أو الدورة المجمعة التانية لتحديد بطل دوري عموم السيدات كرة اليد ده هتكون في ملعبنا على صالة الأمير عبدالله الفيسر واللجنة المسابقة أعلنت عن يعني خلاص الجدول المباريات هتكون فيه شكلها إيه يعني الدور النهاية ده هتلاقي في ضيافة نادي نهاية زمانة حضراتكم هيبقى 13 14 15 مارس اللي جاي إن شاء الله هيبقى فيه 3 أول 2 و 3 و 4 رمضان بإذن الله أو 3 و 4 و 5 رمضان بإذن الله ده طبعا الجدول اللي تم الإعلان عنه النهاردة من لجنة المسابقات طبعا فرقتنا تدخل للمرحلة الأخيرة مع 15 نقطة في الترتيب العام بفارق 8 نقاط كاملة عن نادي الشمس واللي بيحتل المركز الأول وزمالتنا حضراتكم يكفينا فوز وحيد من التلات المباريات القادمة عشان تحتفظ ببطولة الدورة وانتحامل لقب السنة اللي فاتت لقب فوز وحيد وده هيكون يعني إن شاء الله يعني يوم 13 يوم 13 أول مباراة بإذن الله هتكون سموحة تكسب سموحة شكرا أنت بطل الدورة لكن نادي يعلم يشو بيدور على كده خاصة إنه أكيد مبارياتك تتلعب على أرضك طب ترتيب المباريات إيه زي ما قلت حضركم سموحة الأول بعد كده الشمس بعد كده الزمالك والمباريات كلها تتلعب إن شاء الله على صالة الأمير عبدالله الفصل دي لقطات أو صور من المدارة المجمع الأولى اللي كانت فيه صالة نادي الشمس اللي بتتميز باللون البرتقالي في الأزرق زي ما حضركم شايفين المطشات هتلاقب بعد الفطار مطش سموحة يكون الساعة 9 بالليل ومطش الشمس والزمالك هتلاقبوا الساعة 11 لأن مطش الزمالك هتكون المباراة الختمية إن شاء الله ويكون النادي الأهلي فيها بيتقلد دوري أو درع الدوري إن شاء الله للسنة التانية على التوالي اشتركوا في القناة